ويعون في لقاء ليلة كل من هاني عبدالفتاح ومحمد محمود لطفي مساعدان بينما الحاكم الرابع هو إبراهيم محجوب والخروج به إلى بر الأمان الزمالكة تحت قيادة تأنيبو المونتنجري يبن لعب فريق طلع الجيش قبل كده وده الموسم الأول هو مع فريق بترجيت بلعب في الأساس ظهير أيمن لكن النهاردة بلعب في مركز الظهير الأيصار عرضية تصل لما كونين داخل منطقة الجزاء خطيرة يلعبها لكن بألوان فريق الدجلاوي فريق ودي دجلا مدبولي انترك المهارة يعد من واحد والتاني تقدم في جات اليسار دخل منطقة الجزاء عرضية برأسية محاولة خطيرة ما زالت مستمرة لكن عمرو حسامي يتقلق حارس المرمى سيقة من عصام صبحي اللي بلعب في جات اليسار رؤى العب عرضية خطيرة مدبولي تصل إليه داخل منطقة الجزاء ربما نشتم لرائحة هدف ولكن لعبها على رأس كسونجو بعيدة إلى خارج ملعب ركلة مرمى لمصلحة فريق بيتروجيت حازم إمام يلعب الكرة في الأمام إلى كسونجو رجات راحت لمدبولي يستخدم المهارة حضر إلى داودا يسدد ولكن عمرو هنا يتقلق كذا أن يحسمها داودا لعبدالله جمعة تقدم جات اليمن يمر يقتحم يختار الدخول لمنطقة الجزاء والحكم محمد الصباحي هنا يصدر القرار يأتي بفرامان ويحتسب ركلة جزاء مع الدقيقة 29 طوال 30 دقيقة هل سيكون هناك ردت الفعل الله داخل المرمى محمود علاء يفعلها محمود علاء يسجل بعد متابعة لكرة تدت من حارس المرمى عمرو حسام ليفتتح النتيجة والتهديف للقافل البيضاء للبيت الأبيض عمرو حسن مدبوري قد يكون هو الأجهز في هذه الحالات هاتوا خد جميلة مع كاسونجو دخل لبطيقة الجزاء إليف ودور أبا أبا الله 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 إليف ودور وحرك المدرجات بما فيها من جمهور الآن ياثور الآن أتى عليه الدور ليضع هدف تاني جميل رائع مع الدقيقة الأربعين الله يا مدبولي سم كروي رائع فيه الأداف تزين المرمى بل كل الشباك متر مؤجة لمرمى جنش حقق مكون من أربعة لعبين يلعبها شبيطة ولكن إلى أعلى المرمى شبيطة المتخصص واللي سجل هدف قبل كده ننتظر اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط اللي بالفعل أيها سادة المتابعين عبر أونس بورت ينتهي الآن أحداث وتفاصيل هذا اللقاء بصفارة الحكم محمد الصباحي لينتهي شوط أول سوء المعروف يوسف رقم 15 على حساب لعب من لعبي فريق الزمالك على ما يقضوا ليه تصل لمعروف يوسف حطها للعجان يختار بالعجان العجان 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 كرة من أولى في النحن اليسرى للعجان يلعبها لمدبولي داخل منطقة الجزاء استلم للفدر أوبا مدبولي جول مدبولي جول مع الدقيقة 66 يفعلها يفعلها عدتك ولا حتشتريها شكلك يا مدبولي كنتي نويها نعم يوديها في الشباك يسكنها نظرا لأنه متقدم بثلاث أداف مقابل لشيه فأخرج كسندو وأشرك باسي مرسي هنا محاولها شبيط يلعبها لما يسدد لاما إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب بركلة مرمى من رحلته الأخيرة في الأدغال الإفريقية ولكن ستلعب مباراة الكأس ودوري 2230 وتابع هجمة لبيتروجيت ملعوبة خطيرة مش ممكن هدف أول مع الدقيقة 85 كان قادم في الطريق لدى الضيوف لدى اللاعب كريم طارق مصطفى يتقدم يلعبها لكريم طارق في الجالي أسرة عصام صبحي عصام صبحي لبيكلي إلى كريم طارق داخل منطقة الجزاء عرضية إلى ركنية هدف كاد أن يسجل عن طريق النيران الصديقة يصل على لقب من قبل مع الأهلي في الأدغال الإفريقية لدوري أفطال الإفريقية محاولة الهدف الرابع عن طريق باسي برسي من خطأ لفريق الزمالك كرة على رأس محمود علاء حضرها إلى باسم المصر برسعيدي في الجولة التانية بهدف واحد مقابل لشي هنا في هذه الأثناء يأتي محمد الصباحي حكم المباراة ويطلق صفار التنهاية ويفوز الزمالك بثلاث أداف مقابل لشي مدبور يسجل هدفين ومن افتتح النتيجة هو محمود علاء بينما بيتروجيت لم يسجل مبروك لفريق الزمالك الفوز في هذا اللقاء حظ أوفر لفريق بيتروجيت في اللقاءات المقبلة